بونجورا توس جيس باركوزالي بيان هذا الفيديو مخصص للطلبة الأحار اللي يتساءلوا عن التسجيلات لبقالوريا 2021 عن موعد أيضا المخصص وعن الملف اللي لازم يدفعوه للدراسة بالمراسلة ومن يحق له التسجيل ومكان إداع الملف وأيضا نحدثكم في هذا الفيديو عن حقوق التسجيل إذن قبل البدء في الفيديو عليكم بالاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد إذن التسجيلات لبقالوريا 2021 بالنسبة للمترشحين الأحرار واللي يدرسوا عن بعد بالمراسلة سوف تنطلق ابتداء من 25 نوفمبر إلى غاية 10 ديسمبر حسب القرار الوزاري والتسجيل إذن يكون عبر موقع الأنترنت الخاص بالدوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة لكل المترشحين الأحرار والمترشحين أيضا التابعين للدوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إذن من شروط التسجيل أن يكون المترشح متمدرس في الأقسام النهائية للمؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة ويمكن كذلك أن يسجل كل من له مستوى السنة الثالثة من التعليم التنوي كمترشح حر إذن قبل التسجيل في البكالوريا يجب توفر شروط التسجيل في البكالوريا أما عن كيفية التسجيل في بكالوريا أحرار 2021 أول شيء تسجل عبر موقع الأنترنت back.onic.dz وتدفع حقوق التسجيل بمركز البريد 3000 دينار هذا بالنسبة للمتعلمين السابقين بهذه الطريقة فالملف يتكون من وصل دفع حقوق التسجيل واستمارة طلب التسجيل اللي تتحصل عليها عند التسجيل في موقع الأنترنت للدوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالإضافة إلى حقوق التسجيل وشهادة ميلاد أصلية شهادة مدرسية حديثة وأصلية للنهائي أو بالسنة الثالثة تنوي وأيضا كشف نقاط للفصل الثالث لإثبات المستوى لمن يريد التسجيل حسب مستوى بالإضافة إلى صورتان شمسيتان وثلاث أضرفاء وثلاث طوابع بريدية تضعها في ظرف كبير يحمل اسمك وعنوانك وترسلها عن طريق البريد أو تسلمها بنفسك للمركز التابع له هذا بالنسبة لمترشحي المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أما بالنسبة للأحرار يدفع أو يدفع الملف في مديرية التربية للولاية ليقتن فيها المترشح وبالنسبة لحقوق التسجيل بالتفصيل فهي مقدرة حسب نوع كل ترشح بالنسبة للأحرار الذين لم يسبق لهم أن حصلوا على البكالوريا الجزائرية يساهمون بمبلغ 3000 دينار أما الأحرار اللي سبق لهم أن حصلوا على البكالوريا الجزائرية ويحبوا يعودوها بمعدل أحسن وأعلى يساهموا بمبلغ 5000 دينار أما بالنسبة للمتمدرسين يساهموا بمبلغ 1500 دينار ويدفعوا في التنوية مع الملف على عكس المترشحين الأحرار اللي يدفعوه عبر مركز البريد ويستلموا بهذه الطريقة وصل يدفعوه في المركز أو مديرية التربية مع الملف اللي ذكرته فيما سبق ولا تنسى طلب ختم الجزء الأسفل من شهادة إصدار حوالى بريدية نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع دعم قناتي باللايكات مع ترك تعليقاتكم أسفل الفيديو وراح نجوبكم بإذن الله على كل أسئلتكم مهما كانت وحض موفق للجميع ترجمة نانسي قنقر